موسيقى 2017 شهد العديد من الأحداث السياسية والتغيرات في مختلف المجالات والأحداث الأحداث فيه كانت متشابكة محليا ودوليا شفنا أبشع عمليات الإرهاب وشفنا أحداث سياسية هوت بالعالم كله زي قرار ترامب بخصوص القدس وشفنا في مصر قرارات سياسية واقتصادية مهمة وشفنا أحداث تانية ضخمة للعالم كله تبعها كانت نجحة في مصر زي منتدى شباب العالم وفي الفقرة دي هنتكلم عن حصاد العام السياسي والاقتصادي في مصر وأبرز ما شهدوا العالم مع ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بكري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الأسبوع مساء الخير يا سيدنا حمود مساء النور أهلا بحضرتك أهلا بيك وإحنا في نهاية 2017 خليني أبدأ مع حضرتك بالمشهد الرائع اللي تابعه العالم كله النهاردة وافتتاح الرئيس للمشروعات القومية في منطقة قناة السويس تقييم حضرتك الكلام اللي قاله السيد الرئيس النهاردة أنا أعتقد هو خلاصة المشهد طبعا الافتتاحات واربع تلاف ربمائة حوض أسماك بالإضافة للاربع تلاف اللي كانوا السنة اللي فاتت في الإسماع اللي ده مؤشر كبير جدا على التطور المتنامي للمشروعات العملاقة في مصر اللي هي بتحقق لنا اكتفاء ذاتي من الكثير من احتياجاتنا خاصة في نطاق السمك طبعا وشفنا من فترة قريبة كفر الشيخ نازل حدث فيها الكلام اللي قاله السيد الرئيس النهاردة أنا أعتقد أنه هو بيدي خلاصة للمشهد العام اللي موجود في مصر ونحن على أبواب أيام معدودة من نهاية عام 2017 الرئيس النهاردة قال كلام واضح جدا قال الطريقة التي ستستخدم في محاربة الإرهاب في سيناء سوف يكون فيها عنف والعنف المقصود هنا وعنف في مواجهة الإرهاب والإرهابيين الدولة المصرية على مدى السنوات الأربع الماضية منذ انتصار صورة 36-2013 وحتى اليوم حاولت قدر الإمكان أن يعني تلعب دور في إطار إجهاض مخططات الإرهاب القادم من الخارج والمتوطن في الداخل بأسليب فيها روح عالية من الحرص على بعض الأشياء أنا أعتقد إحنا وصلنا لمرحلة بعد كل الجرائم التي ارتكبت في حق الوطن على مدى السنوات الماضية واللي احنا شفنا كثير منها من بداية أحداث كنيسة طنطا وكنيسة الإسكندرية في هذا العام دير الأنبا سامويل حادث الوحات حادث مجزرة مسجد الروضة ثم أخيرا محاولة اغتيال وزرية الدفاع والداخلية في مطار العريش دي سلسلة من الأحداث تدعو الدولة المصرية في إطار ما لديها من معلومات وأفكار حول ما يخطط لمصر من العناصر الداخل مرتبطة بعناصر الخارج أن تتخذ من الإجراءات الحازمة والقوية لإجهار هذه المخططات كلمة الرئيس النهاردة كانت واضحة جدا دي ما بيقول ما تخافوش مما يخطط لكم ما تخافوش هذا معناه ثقة كاملة لقائد الدولة المصرية في مواجهة كل المخططات المرصودة في مواجهة هذا الوطن هذا البلد تعرض لتخطيط جهنمي مش عايزين نكشف كثير من الأوراق لأن الدولة المصرية حريصة على أنها ما تفكرش كل حاجة دلوقتي لكن اللي بيحصل واللي حصل والمواقف المصر الواضح المبدائي في قضية القدس في قضية سوريا في قضية المصالحة الفلسطينية في قضية ليبيا في كثير جدا من القضايا الدولة المصرية تأخذ المواقف المبدائية التي تتفق مع سيادة وكرامة واستقلالية مصر في قرار سياسي لكن هذا لا يعجب الآخرين والآخرين بيشتغلوا علينا ولا يسسني أحدا الأمريكان والصهينا هم على رأس من يخططون لتدمير الدولة المصرية وإسقاط الدولة الوطنية هم شايفين يا أستاذ محمود أنه في تنمية بتحصل وأنه في تطور اقتصادي فطبعا عايزين يوقفوا كل ده هل المدة اللي مديها الرئيس ثلاث شهور للقضاء على الإرهاب هتنجح إن شاء الله هنحصد فيها حسب ما هو متوفر من معلومات حتى الآن هناك جدية كاملة لتنفيذ هذا الوعد الذي قطعه السيد محمد فريد حجازي رئيس أركان الكوات المسلحة المصرية بالسيد الرئيس أنه خلال ثلاث شهور سوف يلتزم بالتوجيه الرئاسي الذي أبلغ إليه على الملأ وعلى شاشات التلفاز أنه لابد من التخلص من الإرهاب خلال ثلاث أشهر في سيناء وأيضا دور مباشر لوزارة الداخلية ووزير الداخلية في تنفيذ هذا التوجيه الرئاسي أنا بعتقد أنه للسعدادات الجارية الآن واللي السيد الرئيس أشار إلى جزء منها اليوم في كلامه حولين برواز القوة والعنف بتؤكد أنه نقادمين على مواجهة ساخنة مع بداية هذا العام الجديد مع الإرهاب أن مصر لن تترك من يخططون سواء للإضرار بمركز مصر السياسي أو لمن يريدون توظيف المجموعات الإرهابية الداعشية وأنصر بيت المقدس وغير وغير وغيره لتنفيذ المخطط القادم علينا من الخارج عبر مدهم بتسليح عادي المستوى بتمويل كبير للغاية لن تسمح مصر لهذا المخطط أن يبدو مداه لأن هذا المخطط الذي يستهدف سيناء الآن هو ذات المخطط الذي استهدف الموصل في العراق هو ذات المخطط الذي استهدف الدير الزور في سوريا والرقة والذي انتهى بانتصار الجيش العراق والجيش السوري على هذه العناصر الإرهابية في كل من العراق وسوريا الآن المخطط يستهدف نقل جماعات كبيرة للغاية وهناك تقارير صرح بها وزير خارجية الروسي مؤخرا في مؤتمر صحفي مع إبراهيم الجعفر وزير خارجية العراق لفروف قال كلام واضح للغاية قال أن لدينا معلومات أن هناك عناصر كبرى داعشية تم نقلها بطريقة سرية من داخل مناطق القتال اللي كانت موجودة لأنه لو كان في تقديرات أمريكية أن هناك ستين ألف داعشي موجودين في هذه المناطق قتل منهم حوالي تلات تلاف وقيل أنه احتخل حوالي تلات تلاف عندنا أربعة وخمسين ألف هل دابوا في الهوى؟ راحوا فين؟ دول أكيد تم إخراجهم لكي يكونوا أداة وخنجر مسموم لطعن بعض البلدان العربية وعلى أسها مصر والمملكة العربية السعودية بما أن حضرتك بتتكلم عن سيناء خليني أسألك عن صفقة القرن إيه الحقيقة والإشاعات في هذا الموضوع؟ الحديث عن صفقة القرن وما يتردد أنا أعتقد أنه هو جزء كبير منه يسند إلى تكهنات أكثر من السناد وإلى معلومات حقيقية أولا الذي قيل عن صفقة القرن أن الدول العربية من بينها مصر والسعودية مشاركة في هذه الصفقة لو كانت مصر والسعودية قد شاركت في صفقة بهذا الشكل لإجهاد القضية الفلسطينية كما يزعمون ما كان هذا الموقف المصري القوي جدا في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال تقديم الطلب المصري لمجلس الأمن للاعتراض على قرار الرئيس الأمريكي ترامب باعترافه بالقدس عاصمة الدولة الفلسطينية ونقل مقر السفارة الأمريكية من تل لابيب إلى القدس هذا الموقف المصري الذي وصفته السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة بأنه موقف موجع أو يمثل إهانة أو صفعة الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تكون مصر مشاركة في عملية بهذا الشكل وفي نفس الوقت تتخذ مثل هذا الموقف مصر لو كانت مشاركة في أي عمل يضرب القضية الفلسطينية ما كانت أقدمت على المصارحة الفلسطينية بين فتح وحماس بعد 11 سنة من الصراع اللي اندلع في سنة 2007 مصر حاولت واستطاعت ونجحت والدليل افتتاح المشروعات النهاردة طبعا ده أكبر دليل وكلام السيد الرئيس النهاردة طبعا وفي نية لتنمية سيناء سيناء لن تسقط في يد أحد سيناء ما يتم النهاردة من افتتاح الأنفاق العملاقة احنا خايفين من اللي جاي أستاذ محمود اللي جاي سيكون تحت سيطرة مصرية بعد هذا القرار سيكون تحت سيطرة مصرية بعون الله تعالى جيش المصري يأخذ واعتقد أن الفترة اللي جاية حنشأت كثير جدا من المواجهات القوية بتراحم الجيش مع الشعب المصري مع الشرطة المصرية لمواجه هذا المخطط الخطير هو بس المطلوب أن الناس ستفهم ما سيجري وما يجري ما سيجري احنا بنحارب قوى عالمية لا نحارب مجموعات من الإرهابيين فقط احنا داخلين وخارجين دلوقتي يا سيد محمود احنا عندنا تحديات بلغة الخطورة والجسامة احنا عندنا عناصر استخباراتية بتلعب من خلف الستار دور كبير لا تتوقف عند قطر ولا تركيا ولا أمريكا ولا إسرائيل هناك قوة مناهضة اللي بتستروا على الإخوان في بريطانيا دول دورهم ايه مصلحتهم ايه احنا معروف تاريخيا أن البريطانيين هم أكثر دائمين ده جماعة الإخوان والجماعات الدليل المتشددة صحيح بلعبوا دور دور تنصحت مين ده مصلحة الستخبارات البريطانية اذا احنا لازم نبقى حازرين وياقزين ولازم الناس تعرف ان اللي بترتبنا كبير قوي وان التخطيط اللي بيتم ضدنا ما هواشي تباطي ده مخطط يمكن احنا لما بنتكلم عن ترامب وقراره اللي حيشعل المنطقة الفترة اللي جاية قرار القدس هل هو ده قرار ناجم لان ترامب فجأة طقت في دماغه وش نعمل هذا القرار اكيد لا بالتأكيد لا من ايام لندون جونسون ولما قال انه نقل السفارة من تل قبيب الى القدس لم ينفذ هذا القرار لم ينفذ علشان هم عندهم ضمير ولا عشان هم عندهم احساس بالشعوب العربية ولا ان دي قضية الدينية خطيرة هتفجر المنطقة لا احنا لو شفنا مؤتمر بازل سنة 1897 لما بنى احتمال او حدد اقامة دولة اسرائيل بعد 50 سنة فوجئنا في سنة 1948 1948 باقامة الدولة الصهيونية وقرار التقسيم 147 في الامم المتحدة هذا يعني ان كل خطوة يتخذونها انا عز اقول بشكل محدد مرسومة بعناية دقيقة جدا كل سنتيمتر في تحركات هذه المجموعات والاجهزة الاسخباراتية هي مرسومة سلفا ومحددة مش زينا معلش انا بقول احنا كعرب للأسف عشوائيين في مواقفنا لا نتخذ مواقف مبدئية وجوهرية مبنية على العلم والمعلومات هم بيعندهم مراكز ابحاث في حيفا مراكز ابحاث في القدس مراكز ابحاث امريكية في البنتاجون وفي سي اي اي وفي البيت الأبيض وفي كله بيبدلوا دراساتهم وبيتخذوا عليها هذه القرارات العالم العربي على مدى السنوات اللي فاتت قبل 2011 كان موحد الى حد ما مش اقول موحد بمعنى وحدة عربية لكن على الاقل كان فيه نوع من التلحم العربي كان فيه قمة عربية بتنعاقد كان فيه قرارات جامعية كان فيه مواقف محددة ان فيه استقرار في الحكم بتخوى في الاخر من التحرك اذا ما حدث تطور كبير جدا كان مطلوب في المرحلة دي ان يتم هدم الجيوش العربية هدم جيش العراق في 2003 حرب 19-20 مارس 2003 اللي زعموا فيها وقتها ان العراق يمتلك السياحة دمار شامل واللي قالوا ان صدام حسين يمصر خطر على العالم ايه اللي حصل بعد 2003 وسبت عكس ذلك سنة 2009 تم تشكيل لجنة من المجلس العموم البريطاني برعاية الحكومة البريطانية لجنة للتحقيق مع توني بلير برئاسة السير جون تشيركوت هذه اللجنة استمرت في عملها سبع سنوات كاملة استدعت بلير واستدعت كل المسؤولين عن الحرب كل اللي دخلوا الحرب من القيادات البريطانية وصلت النتيجة كان محاصرتها ايه في 6 يوليو سنة 2016 التقرير اللي انصدر ماذا قال جملتين ثبت أن العراق لم يكن يمتلك أسلحة دمار شامل ثبت أن صدام حسين لم يكن يشكل خطر على العالم واختر إيطاح به إذن المليون ومتنين اللي ماتوا في أول سنة بعد مضاعة العراق المليون ومتنين اللي ماتوا في أول سنة من اللي يدفع دماؤهم دماؤهم الزكاية اللي سالت العراق اللي النهاردة من 2003 ل2017 خراب ودمار واستوطن للأسف اللي عملوه الأمريكان والبريطانيين بقرارهم الغير شرعي اللي انطلق بدون موافقة مجلس الأمن في سنة 2003 كان نتيجته ايه؟ كان نتيجته زرع داعش في العراق ووجود أبو مصعب الزرقاوي ثم أبو بكر البغدالي والقيادات الإرهابية اللي نمت داخل العراق ثم تمددت طب إزاي أستاذ محمود في الفترة القادمة أو في 2018 نحمي الشعوب العربية للي ممكن يحصل لها عندنا اليمن خلاص بتنهار وسوريا فيها مشاكل وليبيا زي ما حضرتك عارف الوضع خطير فيها يعني كل الدول العربية هل هينجح المخطط بالقضاء على المنطقة العربية أو الدول العربية؟ الأزمة فينا مش في غيرنا بالدرجة الأولى فينا مش بس حكام لا فينا كمان في ما يسمى بالنخب ومجموعات ما يسمى بالنشطاء اللي تم تمويلهم وتدريهمهم في الخارج لما جات الطيرات الأمريكية تحمل موافق الربيعي وأحمد الجلبي وغيرهم في سنة 2003 ايه الشعار اللي ترفع وقتها؟ نحن قادمون لتحقيق الديمقراطية على أرض العراق وقالوا أن الشعب العراقي سوف يستقبل القوات الأمريكية والبريطانية بالزهور في البصرة وفي أم القصر وفي الناصرية وفي غيرها من مدن العراق قابلوهم بالقنابل وبالمتفجرات وحتى الآن لم يهدأ العراق بل مازال مشتعلا اتنين مجموعاتهم مشطاء مما يسمى بالشباب الفيسبوك أو غيره اللي تم تدريبهم في عدد من الدول في الخارج قبل 2011 وقبل 25 ينال 2011 المجموعات دورها تخريب الأوطان من الداخل هي دي حروب الجيل الرابع حروب الجيل الخامس القادمة إلينا على أسنة الرماح الأمريكية والغربية المستهتف من ده القضاء على المنطقة العربية إحنا نعرف الرابع لكن الخامس دي المقصود بيها لا ده فكرة بيولوجية لسه جاية حاجة مختلفة خالص في علماء بيعكفوا على دراستها الآن في الغرب وحتحق نتاج فظيعة ضدنا لأنه يبقى الإنسان البيولوجي الذي يحاربنا مش يبقى الإنسان البشر العادي الشحلنا معلش يا سيد محمود الفكرة حسب عدد من العلماء أنه فيه إحنا دلوقتي عندنا الربور اللي هو بيتم توظيفه ينزل تحت المية دلوقتي بيتم تصنيع إنسان بيولوجي بإمكانيات مختلفة هذا الإنسان هو اللي يقود ضدك الحروب هو مش محتاج يقسر قوة بشرية زي طيارة بدون طيار كده اللي بتطلع بتقصف يعني مش جنزي اللي هيطلع يقود الحروب لا 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 ده فيه دنيا تانية مختلفة وحروب مختلفة والدنيا بتتطور بشكل رهيب جدا واللي احنا بنعرفهش ده على فكرة معمول فيه مئات المؤتمرات والأبحاث والدرسات في الغرب دلوقتي في إسبانيا في أستراليا وده ممكن يحصل إمتى سيد محمود بيقوله على 2020 ربنا يوصد يعني قريب رؤية حضرتك للعلاقات المصرية الأمريكية في الفترة القادمة خاصة بعد المواقف السياسية اللي بدأت مصر تاخدها وتحديد أمريكا بقطع المعونة لمصر شايف حضرتك أنه ممكن يحصل جمود في العلاقات المصرية الأمريكية أو شكل العلاقة يباقي إحنا خلينا نتكلم على محورين المحور الأول محور ترامب وما يفعلوا وما يفعلوا الرؤساء الأمريكيين المحور الثاني ما هو متوقع استنتاجه من خلال هذه الأزمة اللي خيمت على العلاقات المصرية الأمريكية الآن إحنا مشكلتنا ما بنفهم شيء أن الإدارة الأمريكية ليست رئيس وليست شخص هذه مؤسسات تنفذ ينفذ الرئيس ما يطلب منه لما كنت بتكلم على ليندون جونسون كان أول من طالب بنقل السفارة وكانوا مستنين بس الجيوش العربية تقع عشان يتحقق الهدف هو مطلع القرار يوم 6 ديسمبر وعارف وعارف أنه ما فيش حد حيقدر يعمل له حاجة باستثناء بعض البيانات واحتجاجات في مجلس الأمن والجميع العامة المتحدة تتصوى ضد القرار ومحاولة ترهيب وتخويف الدنيا لدرجة أن هنا اللغة الاستعمارية الأديمة اللي تقريباً الناس نسيتها من زمان رجعت معاهد ترامب دلوقتي هو ده إحياء للماضي بتاعهم وليس جديد يعني مش جديد علينا ده إحياء للماضي بتاعهم بيحققه فترامب بقى زي أوباما مما جاء وخطب في جامعة القاهرة وإحنا صدقنا أنه رجل يعني هيحترم الأديان واحترم القضايا الفلسطينية إحنا النهاردة ترامب جاء برضه في الأول قالك هحارب الإرهابيين الله طبعاً هحارب الإرهابيين قادة الشعيرات بزعم أن السوريين الدولة السورية هي اللي وراء الهجوم بالكيماوي على خان شيكون أي ووقتها لا كان فيها حقيقة تم ولا كان فيه نتيجة وصلوا لها ولا أي حاجة والتقارير كلها كان بتقول عكس ذلك لكن هو بيثبت أن المسألة بالنسبة له مجرد الشعارات قالك هحارب الإرهاب ويحارب الدولة السورية مش هحارب الإرهابيين يحارب الإرهاب ويحموا داعش ويسربوهم من داخل مناطقهم المتوطنين فيها بدعا من الموصل للأنبار للرقة لدير الزور لحمص لكل المناطق المتواجدين فيها هل هو بيبقى واخد قرارات معينة وبيتم الضغط عليه من أماكن أخرى علشان كده بيغير ولا هو صاحب وعود كاذبة لا 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 هو ما بتحكوا علينا بوش الإبن بشرنا بالديمقراطية فتحول إلى أكبر مستبد ومستعبر في العالم أوباما بشرنا بالموضوعية والعدالة وإنه جاي من جنس أسود وبالتالي حيكون حريص على حقوقه الإنسان في العالم صحيح فإزبي خنجر في ظهرنا وأكبر متأمر علينا ووضحت تماما في 2011 ترامب جاي بلغة أنها حارب الإرهاب بس اللي عمله ترامب واللي بيعمله أقوى بكتير من اللي فاتح لأنه ده تطور الطبيعي للغة الاستعمارية اللغة الاستعمارية متدرجة حسب قوتك أنت هو بوش كان في حدود أنه بيحاول يضرب العراء كمقدمة لإسقاط جزء من المنطقة العربية يمهد لما هو قادم من إسقاط بيرانزمة أوباما لعب دور في إسقاط ما تبقى سوريا محاولة إسقاط سوريا ليبيا والفتنة اللي موجودة في اليمن النهاردة السومل تقسمت وتحولت إلى صراعات داخلية صراعات قبلية وصراعات طائفية وصراعات دينية ترامب جاي بقى عشان يتوج نضال هؤلاء ضدنا بيتوج ده بيتوج ده ايه باللغة القاسية أنه هاي اللي تقولك الرئيس سرامب يراقب شخصيا عملية التصويت وطلب مننا إعداد كشف بأسماء الدول الرافض لقراره لمعاقبتها ونحن نعطيهم المعونات ولكننا سوف نحاسب كل من يتجرأ ويرفض قرارنا قرار الولايات المتحدة الأمريكية هو نوع من التهديد الصريح للدول واضح ده قمة الوقاحة مش صراحة دي وقاحة أنت تعامل أنت الذي تدعي ودي رسالة لازم نوجهها لبتوحول إنسان المصدعين دماغنا دايما ليلة المهار استكدتك أنه ده جاب نتيجة عكسية وخلى الموافقون أكثر لا هو فيه قوة دولية أصلا لا يمكن أن تتجاوز حدود القانون الدولي فيه قرارات صادرة من مجلس السلام حول أن القدس مجالها في الحل النهائي فإزاي أنت بتيجي دلوقتي تحسن موقفها وتقول إنها تابعة للدولة الصهيونية وإنها عاصمة الدولة الصهيونية هذا الكلام ترفضه كل دول العالم الملتزمة بالقانون لكن ترامب اللي هم بيرفعوا شعارات الحفاظ على القانون وبطالب ده إحنا باحترام حقوق الإنسان هم مش محترم الشرعية الدولية مش محترم القانون الدولي مش محترم قرارات صدر من مجلس الأمن والجميع العامة اللي هم متحدة على مدى سنوات عديدة يبقى هم مش من حقه لا هو ولا غيره دلوقتي أنه يطالبنا إحنا لنحترم أي حاجة رأي حضرتك إيه في الخامس دول أفريقية اللي رفضوا قرار مصدر أمر طبيعي الخوف والمساعدات والمعونات والفقر ده لا يبرر ده لا يبرر لكن هناك بعض الدول الكرسي بتاع الحاكم معلق برقبة الأمريكان يعني يقدر يهزه في أي لحظة يقدر يقعه في أي لحظة سواء من حيث النفوذ الأمريكي المتعاظم كجهزة استخبارات وغيرها الداخل هذه الدول أو فيما يتعلق بالمساعدات المادية ما ننساش أني نتنياهو بكل وقاحة الدولة الصهيونية استطاع أن يجلس مع سبعة من حكام إفريقيا حين عمل لما عمل الجولة في إفريقيا يعني قدر يحطه موطع نفوذ بعد ما غابت مصر في فترة السبعينيات والثمانيينيات من إفريقيا يعني بعد ما كنا نحن المهيمنين على إفريقيا في عهد الرئيس الراحي الجمال عبد الناصر بدأ الانسحاب التدريجي اللي عبر عنه الدكتور بوترس بوترس غالي رحمة الله عليه في كتابه اللي أصدره في منتصف السبعينيات لم قال أنا لم أفهم سببا لانسحابنا من إفريقيا بعد ما كنا إحنا المسيطرين على الأوضاع في إفريقيا تركنا الساحة لكي يتغلغل اليهود والأمريكان فيها وبالتالي يسيطروا ويصبحوا هم أكثر تأثيرا على الأفارخة من هنا إحنا بندفع هذا تمن خروجنا قبل كده من إفريقيا وعيضا بندفع تمن التغلغل الأمريكي القوي جدا والصهيوني في إطار إفريقيا وإحنا منش عايزين نبعد بإيه؟ هو موضوع سد النهضة وإسوبيا والموقف ده عن سد النهضة وما سيحدث في الأعوام المقبلة تتوقع إيه حديث؟ موضوع سد النهضة من البداية كتير جدا من المحادلين والمراقبين قالوا قالوا إن المسألة يا جماعة محتاجة معالجة مختلفة إزاي أسيوبيا أسيوبيا ليست حرة في قرارها ولا ده موقف أسيوبيا لوحدها أكيد طبعا هناك من يدعمها منذ التمانينات وهناك مخطط لعمل سد النهضة والعديد من السدود على نهر الدنيل وكانت بتتم بتعاون إسرائيلي واضح إسرائيل ومجمع الكناس العالمي كانوا بيشتغلوا مع جنوب السودان من أيام جون جارنك ويشتغلوا مع سيوبيا من أيام من جلسه إلى مريم اللعبة ده المقصود بمصر استهداف مصر النهاردة الغرب عندك ليبيا عندك الشرق إسرائيل وسيناء واللي بيحصر فيهم عندك الجنوب السودان وجنوب السودان ومعاك المحور اللي بيوصلها لجنوب الكامل انت النهاردة بتتحاصر من كل الجهات ده جزء من المخطط الحسار ده مقصود من كل نحن طبعا طبعا احنا الدولة الوحيدة اللي وقفة على رجليها النهاردة في المنطقة هي مين هي مصر مش مطلوب انه مصر تتقف على رجليها مطلوب تكسير هذر وطن مطلوب ان يبقاش عندك جيش قوي مطلوب يبقاش عندك شرطة خوية مطلوب يبقاش عندك شعب متماسك مطلوب يبقاش عندك دولة للمسيحين مطلوب يبقاش عندك دولة للنهوبة مطلوب يبقاش عندك دولة في الشمال للمسلمين مطلوب يبقاش عندك سيناء منفصلة عن الدولة زي النهاردة لما بيقولوا ولاية سيناء هي الرسالة مش كلمة طبعا بتتقال كده لا ده جزء من السيناريو المخطط الكبير اللي موضوع اللي هدفه الاساسي يفصل لك اجزاء ويمزك الوطن الى سلسلة من الاجزاء يعني نفسر بايه هجوم من الشرق الفترة اللي فاتت لتجاهلت هجوم الوحات هجوم من الشرق لما حصل هجوم على البنك الاهلي هجوم من الغرب لما حصل هجوم الوحات هجوم قبلها كان جاي من إسنة إلى بطشت في جنوب مصر محصرة من كل مكان يعني أنت عندك كل الأجزاء المصرية كل القطاعات شرقا وغربا وجنوبا مستهدفة وفي عملية بتتم هنا وهنا العناصر دي جابت سلاح دا منين وصلت ازاي مين يساعدهم بتوع الوحات علشان استهدفوا 16 شهيد من الضباط والجنود مين يساعدهم ازاي يوصلوا لهذا المكان بالطريقة دي دي أعمال لا يمكن تكون أعمال فردية ولا أعمال مجموعات محدودة هذه أعمال فيها قوى كبرى قوى كبرى لا تريد هذا الوطن الاستقرار أو نفصل حاجة عن حاجة لنفصل سد النهضة عن استهدافنا من الإرهابيين ولا عن محاولة الضغط علينا عشان موضوع المعونات ولا محاولة إلبسنا تهمة صفقة القرن ان احنا مصرنا عنها خلال الحالة 17 كان هناك دور كبير وناجح للدبلوماسية المصرية والتحركات للرئيس عبد الفتاح السيسي على المستوى العالمي وصعيد الخارجي تقييم حضرتك إيه؟ أنا رأيي ان لأول مرة في تاريخنا ننجح في إقامة علاقات متوازنة ومتعدلة مع الشرق والغرب والشمال والجنوب احنا كلما نتذكر كيف كنا في 30-6-2013 هنا قاطعنا العالم الدنيا كلها قاطعتنا افريقيا دي قاطعتنا مجمدت عضويتنا الألمانيا خدت موقف عدائي بريطانيا أمريكا كثير جدا من الدول خلال سنة من هذا التاريخ كنا نعود إلى مجلس الأمن والسلم الأفريقي ننشط ونلعب دور رئيسي في إفريقيا والرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في مؤتمرات القمة التي تعقد في إفريقيا وأيضا مؤتمرات الأخرى الساحل والصحراء وغيره 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 كنا نبحروا في كل الاتجاهات الصين الرئيس عفل تحسيسي زار الصين أكثر ممرة الرئيس عفل تحسيسي زار روسيا الرئيس عفل تحسيسي زار إيطاليا زار فرنسا زار بريطانيا زار ألماء زار كثير جدا من الدول وزار حتى دول جنوب شرق آسيا عمل الدبلوماسية المصرية قدر التهمل نوع من التوازن في حاجتين على صعيد السياسي الشرق والغرب وإفريقيا أصبح تواجدنا فيهم قوي جدا الحاجة الثانية وهذه هي الأهم أصبح عندنا تنوع في مصادر السلاح اللعبة اللي كانت تلعب ضدنا لما لعب ضدنا في سنة 2013 على الشفرة بتاعت الـ F-16 هذا الموضوع خلاص بقى أنا ما عدش النهاردة كفتي كلها ميلة ناحية واحدة لا أنا أصبح عندي كفتين متوازنتين أنت هتحاربني أنا عندي الرفال هتحاربني عند المسترال هتحاربني عند التسليح الروسي هتحاربني عندي مش عارف إيه جيد من ألمانيا غواصات غواصات بكله يعني أصبح عندك إمكان إحنا لما كنا في الاحتفال بتاع البحرية المصرية من حوالي شهر ونص شيء مبهر أربع قطع بحرية موجودين قدامك في عرض البحر اللي أول مرة ترفع مستوى البحرية المصرية إلى المستوى السادس عالميا في الوقت اللي أنت جيشك عالميا وبيتقدم أنت عندك إنجازات في الوقت اللي بدنا هتحارب فيه وبيتخطط ضدنا وبيحاول يدمرونا وبيحاول يستئولنا إحنا بننجح وبنحقق قفزات رهيبة جدا غير مسبوقة في تاريخ مصر لم تحدث من قبل قوتنا البحرية مش بالشكل ده إحنا أقوى قواتنا الجوية من قوات الجوية التركية والقوات الجوية الإسرائيلية إحنا العاشر تقريبا لجيش الإسرائيلي الثمنتاشر إذن إحنا متفوقين ومتقدمين هو ده مش هاي محقد علينا ده هيخليهم إيه إحنا المشكلتهم في حاجة أنا حضر بلك مثال منتد الشباب وإحنا كنا حاضرين فيه من 4 نوفمبر إلى 10 نوفمبر منتد الشباب كان له رسائل نمر واحد على مدى 6 أيام أو 5 أيام من الانعقاد لم يحدث خلل واحد في المؤتمر الضيوف جايين 3000 ضيف مشارك لا أمنيا ولا على ناحية التنظيمية أبدا أبدا كان منظم من كل شيء 3000 ضيف جايين من خارج مصر ومن داخل مصر ومن الأقاريب من المحافظات تنظيم دقيق من الخارجين من المطار القهرة اللي جايين من الأتوبسات اللي يصلوا إلى مطار شرم الشيخ إلى أن يتم تسكنهم إلى أن يتم وصولهم إلى مقر نعقاد المؤتمر بدقة متناهية دولة عظمى بتنظم مؤتمرات حقيقي دي نمرة واحد نمرة اتنين إنه لو ما ما حصلش أي حدث على مدى هذه الأيام حتى حدث عربية مثلا ما ما حصلش طولة أيام نعقاد المؤتمر إذا أنت هنا رسالتك إيه 3 مواقبت ده مع الأوضاح حوالينا يعني حاجة واحدة بس إن مصر الإقليم الجنة أو الواحة الوحيدة الآمنة في المنطقة وده نتيجته إيه جذب السمارات جذب سياح عودة السياحة الروسية طبعا من ضمن النتائج المبهرة اللي إحنا يعني استبشرنا بها خير مع نهاية عام 2017 مع بداية عام 2018 لما هتبدأ السياحة الروسية تتدفق على مصر في فبراير المقبل دي يبدأ الحاجات المنجزات الكبيرة جدا بصوا حضرت إحنا بدأنا 2016 2017 عام صعب لذي إحنا كنا بدئين 3 نوفمبر 2016 بدأ الإجراءات الاقتصادية الصعبة اللي هي تحريص على الصرف ورافع على صعر وكذا وكذا كان كل المؤشرات حتى مؤشرات البلك الدولي وصندوق النقد الدولي كانت مؤشراتهم كلها إن الاقتصاد المصري يتداعى ولن يحقق ما هو مأمول منه قبلها في مؤشرات بالوقت العكس تماما والبعثات اللي بتيجي من صندوق النقد الدولي بتشكر وبتسني على الاقتصاد المصري والتطور اللي حصل فيه لا ده أنا عزيولك حاجة وخدنا خلاصة هوت الدفعة الأخيرة الشريحة الرابعة احنا وصلنا 2 مليار ايه وصلنا 6 كده ديست بقيتنا 6 احنا فيه منتصف 2016 مجالة الإيكونوميس البريطانية والإيكونوميس دي مجالة يعني ليست هينة ومتخصصة اقتصاديا لما تطلع تقارير تقولك انهيار مصر ايه كان من أسوأ التقارير المنحازة ضد مصر الإيكونوميس دي نفسها بعد 9 أو 8 أشهر من هذا التوقيت طلعت تقارير أخر هل التقارير دي سيد محمود مدفوعة طبعا أو هناك من يدعمها طبعا وبيدفع لها طبعا بدليل انهم انهم اضطروا غصبا عنهم يتراجعوا في تقريبا فبراع مارس أو مايو أو إبريل ويقولوا ان الاقتصاد المصرية تعافى طب ازاي انت من 8 شهور أو 7 شهور كنت بتقول عني اقتصادي منهار ومصر تنهار وكانت تقارير عدائي لدرجة ان الخارجين المصرية طلعت بيان رد عليه بكل قوة بكل حاسن ثم يعني دخل يعني ما جالك تصادق ايه دخلك السياسة ايه دخلك السياسة الا زا كان يعني مدفوع لك هناك أهداف مدفوع لك وليك أهداف معينة فهو نفسه عدى الوضعه لكن اللي بيأكد ان احنا مستهدفين بشكل اساسي حملات النيورك تايمز والمقالة الاخير اللي صدر عن النيورك تايمز اللي بيعتبق بيحاول بيضغط عن درجة الامريكية دلوقتي اللي توقف مساعداتها على مصر يقول ان مصر ما عادتش لا بتتعاون معنا في موجة الارهاب شوفوا بقى احنا اللي بنحارب الارهاب الوحيدين في العالم يقولك مصر لا تتعاون معنا في محاربة الارهاب يقولك ان مصر لم تتقدم مش عارف على الصعيد الحقوقي ويطالب وقف المعونات المقدمة الى مصر طبعا ده هي نفس اللغة ترامبو نفس اللغة هيلي هي اللغة المستخدمة في المرحلة دي للي زراع الادارة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي لكن بعدهم عمر ده ما هيحصل ولا عمرهم هيضروا يحققوا جزء من المستهدف ده لان الجيش المصري والدولة المصرية كلها الان على قلب رجل واحد الناس اللي ما كانتش فاهمة من فترة من الوقت ادركت دلوقتي الشعب المصري لما يعدوا ليتحمل على مدى سنة واكتر ما حدث من رفع الاسعار اه كلنا بنتقلم وكلنا بنتوجع مع المصريين وكلنا بنأمر ان الغمة دي تزول ويبدأ الناس يحسوا بالتحسن حيبدأ التحسن ده يحصل النهاردة كل التقارير البنك الدولي وصندوق النقد باتوا اكد ان معدل النمو هيزداد في 2018 و2019 هيوصل في 2019 بحسب تقديرات صندوق النقد الى 5 ونصف في المية وحسب تقديرات البنك الدولي في 2018 حوالي 4 و7 من 10 في المية يبا احنا اذا بالحقق انه مستهدف لا احنا ان هذا لما معدل اه صحيح معدل لتضخم زيد بس لما يكون الواردات بتاعتنا اللي كانت 13 و7 من 10 تنزل تسعة وثلاثة من 10 في 2017 يبا احنا حققنا منجزات المحققنات حققنا على مستهدف كتير حتى معدل البطارة نزل من حوالي 12 و7 الى 12 و7 من 10 الى حوالي 11 و3 من 10 يعني في حركة واضحة تصدرنا للبترول بلغ 17 مليار دولار بعد ما كان 14 و14 من 10 السنة اللي فاتت في ده التمنشور الاولى من العام يعني احنا في كل المسويات بلد حسن بدأنا بصعوبة شوية بس اللي احنا حسينه انه فيه انفراجة حصلت في اخر عام 2017 وهنجني سمرها في 2018 ان شاء الله استاذ محمود احنا هناخد فاصل وارجع مع حضرتك للملف الداخلي عندنا اكثر ملف الاخوان ومجلس النواب وغيره فاصل مشاهدينا ونرجع نوصل كلامي مع عضافي العزيزة استاذ محمود بكري بعد الفاصل بعد الفاصل بواصل كلامي مع عضافي الاستاذ محمود بكري استاذ محمود حضرتك شايف ازاي نقدر نواجه الارهاب وخاصة ان مواجهة الارهاب لا تنفصل تماما عن التنمية التنمية طبعا يعني سياق بيصير في طر خطط الدولة لعادة بناء المجتمع من كل النواحي واحنا شايفين مجالات مختلفة النهاردة الحمد لله الامور بتتحسن في مجالات كبيرة جدا اللي احنا بنشوفه في المزارع السماكية اللي احنا بنشوفه في حقل زهر للبترول للغاز اللي احنا بنشوفه في العصم الادارية الجديدة اللي احنا بنشوفه في اللي النهاردة الافتتاحات نهاردة اللي افتح الرئيس اللي احنا بنشوفه في حاجات كتيرة جدا اعتقد انها بتؤكد ان الدولة المصرية عازمة على المضي قدوبا في طريق التنمية ده جانب عندنا جانب مهم اخر هو جانب محاربة الارهاب وانا عزتكلم فيه بصراحة يعني قضية الارهاب ما هيش قضية ان احنا بنضرب ارهابي او بنعتقل ارهابي عضية الارهاب اكبر منك ويمكن سيد الرئيس من فترة بسيطة كان قال ان احنا القضية دي قضية فكرية بالاساس وليست قضية امنية اللي بتعامل مع الارهاب على انها قضية امنية لن يحقق المستهدف ولا بعد عشرات السنين احنا عندنا مشكلة وهي مشكلة في الفكر مشكلة في العقل مشكلة في الوعي مشكلة في القدر على تبصر الحقائق اللي حاصل ان البلد دي طول عمرها زيها زي اي مجتمع نتيجة الظروف والعوضاع الاجتماعية نتيجة الفقر نتيجة العوز نتيجة السهدات من الخارج نتيجة الجامعات المتطرفة الموجودة ومتغلغلة في الريف وفي التربة المصرية كل دي بيخلق لنا اجيال جديدة من الارهابيين النهاردة انت في ظل الظرف الحالي لو بتأتي الارهابي هيطلع عشرة لو بتعتقد الارهابي هيطلع لك مية طب الحل ايه؟ الحل ان الدولة عمل التجربة قبل كده كان التجربة نكحة لكن مع اختلاف السياقات كلنا نذكر بعد الاحداث اللي جرت في 6 اكتوب بعد مصر على الرئيس الراحل انوار السادات وبعد الهجوب على مدرية امن السيط في هذا اليوم تنظيم الجهاد والجماع الاسلامية كانوا هم وراء ارتكاب هذه الاعمال المجموعة دي كلها اللي كانت متكونة من ناجح ابراهيم وعاصم عبد الماجد واسامة عبد الحافظ وكرم زهدي والمجموعة دي وكان معهم تنظيم الجهاد عبود الزمر وطارق الزمر والمجموعة دي اللي حصل ايه داخل كان فيه عقلية بتدير السجون في الوقت ده بعقلية امنية فكرية كلنا يعني نتذكر دور المرحوم الشهيد احمد رائف اللي هو احمد رائف اللي كان مهندس الحوارات التي جرت داخل السجون مع ناصر الجماعة الاسلامية وتنظيم الجهاد احنا وصل ده في الحوارات التي جرت من 82 انه تم اقناع اقناع بالحوار وليس بالامن حوارات فتحات علماء ثقات دخل السجون سجون تورا وسجون ابو زعبل وادنطرون وغيرها وتحور ما هو الاي الشباب فاندو كل الاخوال المتشددة بتاعة احمد بن تيمية وغيرهم من جولات المتشددين والمتطرفين في تاريخ الاسلام ووصلوا لقناعة كاملة ان كل ما استندوا اليه من ركائز ومعتقدات في حربهم ضد الدولة المصرية وقتل الرئيس وقتل المواطنين ضباطا وجنودا وغيره انها مستندة الى اقوال مغلوطة وكاذبة ومحرفة وكانت المحصلة حكتين اساسيتين حصلوا نمر واحد طلعت الجماعة الاسلامية او عدد من كوادرها اربع كتب سميت المراجعات الفكرية الاربع كتب دي تم تدولها في كل السجون المصرية وزعت على كل عناصر الجماعات الاسلامية وتنظيم الجهاد وكان لها الاثر الاكبر في تحصين عقول الشباب خارج السجون انه يا جماعة مفيش رافض جديد بيدخ افكار متطرفة اذا نجحنا في الفكرة اي اتنين انه في سنة سبعة وتسعين لمن يتذكر من داخل قفص محكمة جنوب القاهرة اعلن تنظيم الجهاد عن مبادرة لوقف العنف من جانب واحد من طرف واحد اذا احنا انتصرنا في حربنا ضد الارهاب في التسعينيات طيب ليه دلوقتي احنا بقنا اربع سنين ومفيش ملامح افق حتى انتهي الحرب على الارهاب امتى هنضرب هنواجه اي و هنعمل هنحق انتصارات اي و هنعمل لكن بالاساس المعاركة فكرية معاركة فكرية تحتاج ايه علشان نوصل لحيول فيها نمر واحد تكاتف كل فئات المجتمع قوة مصر النعمة تتحرك وفكرين مع مثقفين مع اعلاميين مع معلمين وزارة التربية والتعليم مع رجال الدين المسجد والكنيسة الاوقاف والازهر الكل ينخرط في اطار مجموعات محددة تصيغ السراتيجية وحدة تأخذ كل الابعاد المحيطة بالدولة المصرية والظاهرة المنتشرة بين بعض الشباب وتحاول ان تعالجها تعالجها ازاي مش هتعالجها معلش بكلمتين في ندوة ولا بكلمتين في جامعة ولا بكلمتين في كنيسة ده محتاج السراتيجية بناءة يعني الاعلام لازم يكون اعلام وطني صرف يلعب دور مباشر في تبني هذه السراتيجية الاعلامية ادارة اعلام ازمة او اعلام حرب مش اعلام عادي كل واحد بيقول اللي عايزه بمزاجه انت دولة في حالة حرب تحتاج من كل افرع الاعلام ان تقف موقفا موحدا للدفاع عن الدولة الوطنية المصرية نعم هذا الاعلام اذا لعبت دور المدرسة اذا لعبت الدور من البداية مع الاولاد ليه بيكونش عندنا حصة تربية وطنية كل يوم في البداية واحنا في زمن الحرب ده نسيب عقول لولادنا واجيالنا تنخرط فيها الافكار الشريرة وهم بيكبروا ويكبروا على هذه الافكار ليه بيكونش عندنا دون عن بلاد العالم قناة للاطفال قناة لرسم عقول الاطفال بالشكل الوطني كل الدول بتعمل الشباء ولادنا الصغيرين بيتفرجوا على القنوات الاطفال اللي بعموضة في الاردن وفي غير الاردن وعلى طيور الجنة وعلى صفير الجنة والحاجات اللي كلها بيتشربوا افكار مختلفة احنا مصر بيبقاش عندنا قضاء للاطفال ده ده الطفل ده لما يبدأ يسمع كلام معين في التجهات معينة في السن ده لما يجبني بيبقى عنده 14-15 سنة هياخد هذا الثراث اللي اخده في زهنه بيبقى تأسس حلاصة على هذه المبادئ بالظبط ليه بيكونش عندنا ده ليه بيكونش عندنا مجمعات من الشباب في مجمعات الالكترونية تواجه بس ما تواجهش بالشتائم زي ما احنا شايفين على مواقع التواصل لا تواجه بالحجة والمنطق الجزء الاساسي من الحرب النفسية اللي تدار ضدنا على مواقع التواصل الاجتماعي هو للسناد الى قويل مغلوطة من القرآن والسنة لكي يزيفوا بها عقول الشباب ان هذه تحض على كذا الجهاد في الحتة الفلانية في حاجات كتير جدا في القرآن نزلت كانت مستهدفة وقائع بعينها في مرحلة بعينها وانتهت بانتهاءها او كان لها هدف معين في وقتها في حاجة حضرتك يعني ما ذكرتاش في كلامك بس هي لفتة نظر ناس كتير وشايفين ان فيها خطورة وهي وجود او ما زال وجود الاخوان في قطاعات كثيرة في الدولة لان حضرتك عارف انه كان فيه سنة من السنوات الماضية تم تعيين احنا الاخوان في كل قطاعات الدولة دول مازالوا موجودين طب هقولك حاجة بسيطة اي انا كنت في لقاء ازاعي منذ فترة بسيطة في مسبيرو ام فبعدين شفت اتنين كده فتيات شكلهم يعني مختلف اه فبسأل اه دول دول اخوان يعني اي اخوان اه دول كانوا في حزب الحرية والعدالة وباضيل السمرات اي وموجودة في مسبيرو عزل حناو المزيعة ده راحت مبارح اه قناة الشرق دي اي ودي كانش في القناة التالتة اللي هي قناة القاهرة اه اذا في رافض موجود مش بس في التلفزيون ولا في مسبيرو ولا في الإزاعات موجود في الكهرباء موجود في التربية والتعليم موجود في كل حتة احنا لكن الحقيقة بانت يعني انا مش عارفة هي صراحة عملت كده ازاي اللي دفع عنها واللي تبقى هل هي جاء بتمثل يا استاذ محمود لا لا هي ده ده اتجاهها الحقيقة هي معاجلة للوطن ده اللي بقول لحضرتك عليه الخلايا النايمة او مزال وجود اخوان في قطاعات كثيرة في الدولة وفي اماكن مهمة وللأسف احنا من ضمن الحاجات زي ما بقول احنا مش بنحارب ما ده ضمن اللي أنا بقوله احنا لا نحارب الإرهاب بل نحارب الإرهابيين الإرهاب فكر الإرهاب إجراءات محددة عندي عناصر موجودة في أماكن مختلفة يعني يعني مش عصد رب مثلا بردوغان الإرهابي ده واقولي انه لما حصلت محاولة الانقلاب شوف عمل ايه خلال ساعات ايو اجهد قد ايه واعتقل قد ايه احنا مش قلل من اردوغان بالعكس احنا افضل وهنا اصحاب حجة ومنطق اقوى و احنا جنودنا و ضباطنا بيستشهدوا على ايدها هؤلاء الإرهابيين يعني احنا ولديك الشارع ولديك الرأي العام احنا مطلوب ناخد هذه الإجراءات والمواقف القوية لانه لا يمكن حنقدر نقضي على الإرهاب و احنا عادينا بنتفرد ياريت ناخد القرار ده سيد محنود نتمنى نتمنى طيب احنا هنتقل بحضرتك الى ملف باجلس الوزراء تقييم حضرتك في عام 2017 شوفي احنا لما نتكلم عن المحصلة اولا محصلة لما تاخدت القرارات بتاع تحريف سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 كان هناك نقمة وغضب شديدين على الحكومة وعلى الوزراء الرئيس خرج وتكلم اكتر بالمرة وقال احنا ما كانش قدامنا اختيار غير هذه القرارات نتجرع الدواء المر وهو فعلا دواء مر تجرعنا الحمد لله يعني انا شخصيا غير راضي ان تتفعل اسعار لكن في واقع بيقول ان احنا ورسنا تركة سقيرة على مدى عقود من الزمن تكالبت فيها الازمات الاقتصادية وترقمات وترقمت الديون وترقمت الاعباء ولم تتخذ اجراءات لكي نحرق الاقتصاد المصري ونطلقه للامام علشان يقدر الناس يعيش ونقلل التضخم ونقلل الواردات ونزود صادراتنا ونعمل ونقلل حجم البطالة ونعمل كل ما يحقق امال وطموحات الشباب ده ما حصلش لكن لما حصل على مدى العام ده كان في رهانات متعددة ترى الدولة هتقدر تتحمل نتيجة القرارات 3 نوفمبر كتير جدا كانوا متربصين بينا وعديد من السنين ولكن الشعب هتطلع في مظاهرات والناس هتطلع تولع الدنيا والناس كذا الشعب المصر اطلع من اعظم شعوب العالم الناس اثبتت وعيها جدا وحرصها على التقدم الشعب المصريين الشعب العادي دلعوا ازكى من ما يسمى النخب النخب اللي عاديوا يكتبوا يهللوا ويحذروا ويقولوا الشعب المصر طلع ازكى منهم جميعا ومعليش مغزة في اللفظ ادهم على الافاهم لانه السبق صمد وتحمل مع دولته مع رئيسه مع حكومته واجتزنا بنسبة كبيرة جدا الازمة النهاردة كل المؤشرات بتقول الاستثمار قادم وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار الموحد كل المؤشرات بتقول ان معدل النمو سوف يزداد ويرتفع هيشعر بي المواطن استثمار حوتش هيشعر بي المواطن طبعا يعني شوية موك الأسعار تنخفض احنا عندما يقل معدد لتضخم احنا التضخم حوالي فوق 26% دلوقتي كان قبل كده لسنة لفاتة عشرين واثنين من عشرة احنا دلوقتي 26% هي مشكلتنا في التضخم التضخم بمرور الوقت حيبدأ يتراجع واذا تراجع التضخم واذا تراجع العجز في موزة العامة للدولة وفي الميزان التجاري كتير جدا من الأمور هتنقلب وتتحول هتتحول بصالح الناس والناس هيكون قدر المستفدين سواء يعني احنا مثلا من ضمن الأسعار انبارح كان كده القوطة باثنين جنيه في احد الماضي انا شفت بنفسي باثنين جنيه كان من فترة بعشرة جنيه يعني فيه حاجات كتير جدا هتبدأ تتبدل وتتغير بمرور الوقت نتيجة التحسن الاقتصادي الحكومة عملت اللي عليها اه فيه اخطاء فيه جوانب كتير جدا لكن في إطار الاقتصادي انا شايف ان الأمور مشت بالشكل اللي بدأ يحقق المحصلة من المستهدف افضل وزير في عام 2017 من وجهة نظر حديث انا بعتبره سامح شكري اه سامح شكري وزير الخارجية وزير الخارجية اه طبعا انا بعتبره سامح شكري الدبلوماسية المصرية نجحت تماما في الكثير من تحركاتها على المستهدف الدولي وسامح شكري انا بعتبره في عمل الدبلوماسي في هذا العام كان ناجحا بشكل كبير جدا خمس وزراء حضرتك بتطلب تغييرهم اللهي كتير طبعا نعرف بعضهم لا لا في مرافق طبعا فيها مشاكل الصحة فيها مشاكل يعني الإسكان الإسكان كويس يمكن فرون التأمين الصحي الجديد هيؤفجن بالناس شوي بص بص كل وزارة فيها إجابيات وفيها سلبيات فمش عايزة نحرك حد لكن كل وزارة فيها إجابيات وفيها سلبيات يعني لو قلنا وزارة الصحة فيها مشاكل كبيرة جدا المستشفيات والخدمات وغيره وغيره أقول السؤال بطريقة تانية توصيات حضرتك لبعض الوزارات في 2018 أن تعمل بجد واجتهاد وتسير في ركب الرئيس الرئيس بيجري بسرعة 100 كيلو في الساعة وهم بيجروا بسرعة 10 كيلو في الساعة المسافة الكبيرة بين الرئيس وبين الحكومة وبين مؤسسات الدولة الأخرى مصلوب أن تضيق وأن تقل مصلوب أن تكون هناك سرعة وتوازن في الحركة علشان نقدر نطلع لقدام لو السمريني بالشكل ده كثير جدا من مرافق الدولة وهم لا موفقاش بالشكل احنا عادينا بنتكلم عن قضية الإخوان وما هو تغالغانين في مرافق الدولة فدي مسؤولية مين؟ مش مسؤولية الوزارات في الأول ولا جهزة الأمنية معاها؟ أكيد بس هم عايزين حد يدعمهم لأخذ القرار أكيد يعني هم مش يخدوه لوحدهم أعتقد لجهزة الأمنية يقظة وصحية ومهتمة وإذا تم التنسيق مع الجهزة الأمنية في سياق بعض العناصر المخاطرها واضحة جدا أعتقد لا مفيش حد هيقول لا ولا حد هيتراجع عن اتخاذ القرار لحق مصلحة الأمن دي مصلحة أمن الوطن أداء مجلس النواب؟ ضعيف جدا ضعيف جدا أنا رأي أن أداء مجلس النواب ضعيف جدا والشارع غير راضي عن أداء مجلس النواب وأتمنى أن الفترة اللي جاية يحصل فيه طبعا أقر عديد من القوانين والمشروعات كتير لكن الانطباع العام في الشارع وأعتقد ده مش رأي أنا الوحدي ده رأي كتير جدا أن الأداء مجلس النواب ضعيف يعني دي صراحة من حدرتك في الكلام ده وخاصة أنت أخو النائب أستاذ مصطفى باكر أنا بقول حقيقة كما أراها وكما هو انطباع الشارع دي حقيقة طب إيه المطلوب منهم الفترة اللي جاية وإيه الحاجات اللي مأثر فيها البرلماني مواجهته من الحكومة ضعيفة حدرتك إحنا سمعنا أن فيه وزراء بترفض أنها تروح يعني بيعمل لهم استجوابات وطلبات إيه حتى بيرفضوا يروحوا أستاذ محمود أنا عادي أسأل سؤال محدد هذا أول برلمان من سنوات طويلة جدا لا يسمح فيه بعرض استجواب واحد للحكومة ليه؟ مش عارف وهو ده ده الانطباع المتولد عندي وعندي ناس كتير جدا معقولة ده البرلمان بكامله أنا عارف أن كتير جدا من النواب قدموا استجوابات لكنها لم تناقش طب ليه؟ بدأ يخذينا نطرح تساؤلات كتير جدا نتمنى أن مجلس النواب يمسك بزمام الأمر ويبدأ فيه فتح كثير جدا من استجوابات ليس من المصلحة المدرعة على أحد الرئيس عبدالفتاح السيسي له كلمة مشهورة لو في حد في مقر الرئاسة عندي فاسد خدوه ولا تسطر على فساد ولا تسطر على الحراب واللي بتعمله الرقابة الإدارية وأنا عايز بالمناسبة أشيد بالرقابة الإدارية وإحنا يعني بنتكلم دلوقتي في نهايات عام 2017 وأقول إن الرقابة الإدارية من أول قضية مجلس الدولة اللي بدأتها اللي قدت إلى انتحار المستشار وقل الشربي في بداية العام في يناير مرورا بسعاد الخوري نائبة محافظة الإسكندرية اللي تم القبض عليها متلبسة لسكرتير عام مدينة السويس اللي تم القبض عليه متلبس لنائب أو سكرتير نائب محافظة جيزة اللي تم القبض عليه في حاجات للأسف سيئة أضايا كتير الحقيقة وحتى وصلنا إلى قضية البنسلين والأنسلين أخيرا اللي تم القبض فيها على أحد أصحاب شركات الدواء كل هذا الجهد الكبير للرقابة الإدارية على مدى عام كامل هذا دي رسالة رسالة تقدير أعتقد يستحقها سيد الواء محمد عرفان جمال الدين وسيد الواء محمد مصعد الأمين العام وكل الطاقم طاقم الرقابة الإدارية لأنهم رغم أنه عددهم محدود كلهم ربما مش الضابط على مستوى الجمهورية لكنهم قبلوا بلاءا حسنا في التربص بالفساد وإسقاط فاسدين والتعامل بكل حسن في الحفاظ على المال العام والصالح العام للوطن عايزة أرجع بحضرتك تاني لمجلس النواب وفي دواير كتيرة بتشتكي من إن النواب ما بيقدموش خدمات ده الناس مش بتشوف النواب بيقولك هلا بتشوفهم أمام الانتخابات أنا بقول لها حضرتك نقوم كثير جدا يعني لا تشريعات ولا خدمات الكثير من النواب طبعا فيه نواب مش طاء أنا مش عايزين ننكر بعض الجهود وبعض النواب عندهم نشاط ملحوظ وكويس جدا لكن كثير جدا من الناس بتشتكي في الشارع تقولك احنا مش بنشوف النواب إلا أيام الانتخابات ما ينفعش يعني بعد التجارب دي كلها ما ينفعش تعامل بعض الناس بالشكل ده طب هو هل ده يعني إهمال من النواب ولا إيه السبب ما احنا عايزين نعرف احنا مش جوه المكان فاحنا مش عارفين إيه السبب أكيد اللي عايز يخدم هيخدم اللي عايز يدور على مصالح الناس هيدور على مصالح الناس اللي عايز يحقق إنجاز يحسب له في تاريخه يضع الحق أنا أضرب لك مثل أنا كنت في حلوان من 3-4 تيام في منطقة اسمها عرب الوالدة المنطقة دي انفجرت فيها مصورة مية كان فيه سورة لحضرتك وانت راكب تكتب وانا راكب تكتب غرأت الشوارع أنا لقيت الناس بيتصلوا بي الحقنا شوف لنا عربية الشفط خليهم يجوا والحمد لله روحنا وعملنا الواجب بس لا أنا نعم عن حلوان ولا أنا لكن احنا بنحب الناس بس كتر خيرك طبعا بنحب الناس بينهم وبينهم علاقات تاريخية لكن لما سألت الناس يا جماعة فين النواب قالك احنا بشي بنشوف حد احنا بشي بنشوف حد منبلغ حضرتك محافظات كتيرة بيجي لنا شكاوي انه النائبنا بيشوفهم اربع نواب بيشوفهم اربع نواب بيشوف حد منهم ايه طب يعني ليه 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 لما الناس سبع عندها محنة بالشكل ده ما تدوروش عليها ما تنزلوش للناس يا جماعة اللي بينسى الناس الدنيا بتنساها وربنا بينساها يعني افتكروا ان ده عمل من عمال الخير والمسؤولية صحيح لكن للأسف نفسي افهم فانتسافت بعض الناس ياخد الكرسي وينام على الكرسي لا بالاضافة استاذ محمود الى انه في مشاكل بين النواب جوه المجلس لا دي حاجة تانية بقى دي مشاكل للشخصية يعني بعيدة يعني دي مش ممكن تعمل تعطيل برجل لا 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 طالماها طب افضل نائب من وجهة نظر حدرتك في 2017 غير استاذ مصطفى بك لا 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 مش هادر مش هادر اقول لها اي حد كفان مش هادر اقول لها اي حد خليها خلي الناس احكم محيش ولا واحد لفت نظر حدرتك انه مكتهد في دائرته او حقق انجازات او نشيط والله فيه كتير نشطايا انا اسكون لك عندنا شاب في انا اسم محمود عبدالسلام الضبع شاب جدع قوي نائب شاب بيخدم الناس طول الوقت قاعد بيخدم الناس هنا وهنا وهنا وبقصرش فيه نواب فيه طبعا فيه فانا قلت ان مش هادر عمم القعدة فيه ناس كويسين شغالين ومجتهدين وفيه ناس طبعا يعني مبلطين في الخطب العربي اهم قانون حدرتك شايف انه لازم يخرج من البرلمان في عام 2018 اللي بعالج مشاكل المساكن القديمة الاجارات القديمة حدرتك طبعا دي قضية شعبية وجماهرية والناس مستنية يبقى فيه حل لمشاكلها الصاحب الملك متأذر انه بيقدر بقى جنيه ايجار والمستاجر يعني ما يدرش تحمل اكتر من كده لانه بانى ظروفه وبانى حياته على انه بيدفع مبلغ زهيد لانه هو تلاقي موظف على المعاش وياخده امتين جنيه فبيدفع ايجار بسيط علشان يقدر يعيش هي مسألة ازمة ومحتاجة الدولة تتدخل لكي توجد حل يردي جميع الاطراف شخصية العام في مصر في عام 2017 الرئيس عبدالفتاح السيسي ده ده البطل بصي بصي الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني اداءه واخلاصه وصدقه مع نفسه وحبه للمصريين وتبني لقضيائهم ورجلته وكفأته وقدرته الرهيبة على الحفاظ على استقلال هذا الوطن رغم كل التحديات هذا هو رجل العام انا لو صاحب مجلة دولية زي التايم احط السيسي هو رجل العام في العالم وليس في مصر فقط رأي حضرتك ايه في الحملات الممنهجة اللي بتتعرض لها مصر في مجال حقوق الانسان اتمنى اللي بتكلمه على حقوق الانسان يشوف حقوق الانسان في امريكا يشوف حقوق الانسان الفلسطيني اللي بيقتل كل يوم على يد اليهود والترامب بيشجحهم مش هما دول بيقولك الديمقراطية الامريكية والحرية وتمساد الحرية في امريكا رمز الليبرالية ففين الواخر ده انتوا فين حد فيكو يبتوحوا الانسان اتكلم على عصف ترامب بالشرعية الدولية وبقارة مجلس الامن وبجميع العامل و ام اتحدى ما يقدرش يتكلم لانه عميل بيقبض منه يتكلم عن سيده ما هو اللي بيقبضه بيوت المفتوحة دي بيوت التمويل الاجنبية الامريكية وغيرها ما هي اللي فتح بيوت البهوات دولة وفتح شواءهم وفتح ما كاتبهم وفتح حساباتهم الشخصية ما يقدرش يتكلم هو فيه العبد يقدر يتكلم مع سيده لا طبعا طبعا دول عبيد وده سيدهم اللي بيقى امرهم فامره مطاع وما يقدرش يتكلم مع سيده ايه الحاجة اللي حضرتك خايف منها وبتحذر منها في 2018 خايف انها تحصل وبتحذر منها خايف انها حاولة زرع الفتنة بيننا كمصريين لانه هم استخدموا كل الطرق معنا حاولوا مع الجيش فشلوا حاولوا مع شرطة فشلوا حاولوا يزرعوا في العشائر والقبائل كما حدث في الروضة بسبحة الروضة حاولوا يزرعوا في القبائل عداء للدولة وفشلوا حتى الان حاولوا يستغلوا قضية شعب النوبة وفشلوا حاولوا يستغلوا ورقة الأقباط بالتفجيرات اللي تمت في دير الأنبا سوميلو في طنطا وفي الإسكندرية في الكنيز وفشلوا كل همهم زرع الفتنة فانا بحذر من ان البعض ينساق وراء محاولات زرع الفتنة في مصر ده اكبر خطر وده اللي بيلعب عليه المستعمر المستعمر القديم والمستعمر الحديث انا في نظري شيء واحد ما بيفرقش نفس الامبراطورية كانت لا تغيب عنها الشمس هي نفس امبراطورية ترامب النهاردة اللي بيعصف بكل القوانين ويضرب بها عرض الحائط فأتمنى ان احنا نكون على وعي كامل كل الشعب المصري على وعي كامل بما يوحاك لنا من مخططات وان نتصدر كل ما يوحاك لنا حتى نستطيع انجهاده رسالتك الاخيرة للشعب المصري يا شعب مصر خليك في ظهر جيشك ايه يا شعب مصر خليك في ظهر شرطتك يا شعب مصر قف كما انت شعبا صلدا قويا مراضلا مكافحا ودافعا تمسك بسوابة ثورة 36 2013 لانها هي التي انقذت مصر من الضياع وانقذت مصر من السقوط وتذكر انه لولا الجيش المصري الذي انحازق الى المصريين في لحظة فارقة من تاريخ الزمن لما كنا اليوم نتمتع بالامان والسلامة كما نشهدها وكما نعيشها الان استاذ محمود بكري انا ساعدت باللقاء حضرتك النهاردة شكرا لديك وساعدت بكلامك وبنتمنى ان شاء الله انه 2018 تبقى احسن واحسن باذن الله هتبقى احسن ان شاء الله تعالى ان شاء الله بشكر حضرتك يا فني شكرا لديك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة